أعلن معهد التأمين الملكي البريطاني تعين السيدة إيناس أسير الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كأول عربية في منصب نائب رئيس وستتولى إيناس أسير هذا الدور المربوق مدعوما بمسيرة مهنية قوية في مجال التأمين تمتد لأكثر من 16 عاما والتي تضمنت العمل في كبريات شركات التأمين المحلية والإقليمية وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وأهمية قطاع التأمين يسرنا أن تنضم معنا في الستوديو السيدة إيناس أسير الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة مرحبا بك سيدة إيناس في النشرة الاقتصادية شكرا على الاستضافة استاذة في البداية نبارك لك هذا التعييد المشرف ونريد أن نعرف ماذا يعني لك هذا التعييد شكرا على بارك في حياتكم طبعا أنا جدا فخورة بهذا التعييد كنائب لرئيس معهد التأمين الملكي في بريطانيا معهد التأمين الملكي البريطاني هو طبعا يعاد من أقدم وأعرق وأهم المؤسسات المهنية المانحة لشهادات الاحترافية في مجال التأمين ومعظم قادة التأمين في العالم ويعني خلا نقول عالميا في الشرق الأوسط في الخليج في البحرين تحديدا كلهم يعني حاصلين على شهادات احترافية من هذا المعهد وأنا بالنسبة لشخصيا مسيرتي معاهم بدت كعضو في سنة 2008 ووصلت الدراسة معاهم إلى ما حصلت على درجة الزمالة في سنة 2015 والحمد لله تم التعيين حاليا كنائب رئيس ومسؤولة عن الأسواق العالمية فطبعا أنا جدا فخورة ولكن أكثر من كون هذا الشيء إنجاز شخصي أنا أعتبر إنجاز حق قطاع التأمين في البحرين ويمكن حق المرأة البحرينية بالدرجة الأكبر فعلا إنجاز مشرف للمرأة البحرينية فيما يخص التكنولوجيا أستاذ إيناس كيف تواكبون تطورات التكنولوجيا في قطاع التأمين تحديدا؟ شركات التأمين كونها جزء لا يتجزء من القطاع المالي الذي يضم البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية تعتبر هذه الشركات كلها تواجه تحدي جدا كبير في تعزيز وتحسين المنتجات والخدمات بشكل عام وتحويلها من الطرق التقليدية إلى الطرق التكنولوجية المتطورة فيمكن هاي الشيء يعد أو هاي تكون عملية مكلفة تحتاج ميزانيات كبيرة ممكن تكون إلى بعض الشيء تكون معقدة في البداية ولكن شيء لا بد منه الكل لازم أنه هو يعني يحاول أن يواكب هذه الطفرة التكنولوجيا اللي صايرة لعدة أسباب وهاي الأسباب أنا أعتقد أن هي تفيد الشركات وتفيد الأشخاص أو العملاء خلنا نقول بالدرجة الأولى أيضا فقدرتنا على مواكبة هذه التطورات والتحاولات اللي قاعد نشوفها وذلك يعني التحاول الرقمي لإستخدام الذكاء الاصطناعي وكل هاي الأمور راح تمكن الشركات من أنها تقدم الشركات أو تبتكر حلول ومنتجات ويعني معاملات تأمينية تكون من درجة جدا متقدمة ومتطورة تتناسب مع الاحتياجات الأفراد واحتياجات المؤسسات اللي هي قاعدة تتطور وتتغير في هاي العصر اللي احنا عايشين فيه وطبعا هذه المواكبة بتكون بطريقة أسرع الشيء الثاني أنه يعني بتمكننا احنا كشركات أن احنا نقدر خلنا نقول نلبي التوقعات حين العملاء عندهم توقعات وخاصة هاي الجيل الجديد حاليا يعني فيه توقعات أن خلنا نقول المعاملات يعني are done in a certain way أو خلنا نقول منتجات معينة حين أنت قاعدة تقدمينها حق عملائك فبالتالي إذا قدرنا نسوي هاي الشيء شركة التأمين لازم أن هي تنتبه على أو خلنا نقول تدمج هذه الطرق الجديدة في كل المراحل من مرحلة خلنا نقول تصميم المنتج التأميني إلى طريقة تسويق المنتج إلى طريقة الاكتتاب في التأمين تسوية المطالبات خلنا نقول بعدين حتى يعني خدمة العملاء بشكل عام وطريقة التواصل معهم وأهمة تواصلهم مع الشركة راح تتغير إذا إحنا قدرنا نحن نحقق كل هاي الأشياء ونبتكرها بطرق يعني جديدة فهاي الشيء راح يساعد الشركات أن هي تنمي من يعني خلنا نقول أعمالها بشكل عام وتحسن أداءها وإذا قدرنا نسوي هاي الشيء فبالتالي إحنا راح نكون نساهم في خلنا نقول الصورة The bigger picture اللي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا كلنا قاعدين نحاول ونطمح أن نكون جزء فعال فيه بالتأكيد سيدة إيناس أسيري شكرا جزيلا على حضورك شكرا